تتواجد الأسود في بيئات مختلفة عبر أفريقيا بما في ذلك الأراضي العشبية والسافانة والأراضي ذات الشجيرات ولا يقتصر التزاوج بين الأسود على موسم معين وقد تتزاوج الإناث مع عدة ذكور ضمن كبريائها الذكور المهيمنون المعرفون باسم ذكور الكبرياء أو ذكور التحالف يدافعون عن الأراضي ويتنافسون على حقوق التزاوج تلعب إناث الأسود أو اللبؤات دورا حيويا في التكاثر بعد فترة حمل تبلغ حوالي 100 إلى 110 يوما تلد صغارا مكونة من 1 إلى 6 أشبال اللبؤات مسؤولة عن الصيد وتوفير الطعام للفخر وتربية الصغار الأسود هي حيوانات مفترسة وتتغذى في المقام الأول على ذوات الحوافر الكبيرة مثل الحمير الوحشية والحيوانات البرية والجاموس كما أنهم ينقبون أو يفترسون الحيوانات الصغيرة عندما تنشأ الفرص تواجه الأسود مخاطر مختلفة بما في ذلك الصراعات مع البشر وفقدان الموائل والصيد الجائر في بيئتهم الطبيعية يواجهون مخاطر من الحيوانات المفترسة الأخرى مثل الضباع وكبرياء الأسود المنافسة والتي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات ومواجهات إقليمية يلعب ذكور الأسود دورا حاسما في الدفاع عن الكبرياء وأراضيها إنهم يحمون المجموعة من المتسللين والذكور المنافسين مما يضمن سلامة وبقاء الفخر كما أنهم يشاركون في صيد الفرائس الأكبر حجما عند توفرها إناثالوسود هي الصيادات الأساسيات حيث يعملن معا في جهود منسقة لإسقاط الفريسة إنهم يظهرون عملا جماعيا وتعاونا استثنائيا أثناء الصيد ويستخدمون سرعتهم وقوتهم وتسللهم لتأمين الطعام للفخر توفر اللبؤات أيضا الرعاية والتوجيه للأشبال وتعلمهم المهارات الأساسية للبقاء على قيد الحياة